المرجو الضغط على زر الإعجاب والمتابعة كي يصلكم كل جديد شكراً في الطريق إلى مرزوقة كنت قد أضفت المبلغ الذي كنزته على الذي أعطاني إياه والدي وحجزت أخيراً مقعد في أول رحلة سياحية منظمة لم أنعم بالنوم تلك الليلة لذلك نهضت فجر اليوم الموعود وجمعت أغراضي الشخصية ورتبتها في حقيبة الظهر لم أنسى قبعتي ولا نظارتي الشمسية وانتعلت حذاء الرياضية على عجل ودعت أمي وقام والدي بإيصال إلى موقف حافلتي كانت على أهبة الانطلاق وقد ربضت مشرعة الأبواب التحقت بأصدقائي وأخذت مكاني مصروراً وأزحت سطارة نافذة لوحت لأبي بيدي متبسماً وطابعاً قبلة في الهواء أرسلتها له مشفوعة بحركة من أصابعي وهي طرص مقلباً في الطريق السيار أخذت الحافلة تنهب الإسفلت باتجاه مدينة الرشيدية التي كانت تدعى قصر السوق عند وصولنا تناولنا وجبة خفيفة لنتوقف بعد ذلك بواحة شاكر وهناك التقطت صوراً تذكارية قرب الساقية أشرب من ماءها العذب ثم بين أعجاز نخل أمسك بعراجينه الممتلئة بأحلى التمور كما قصدنا عين العاطي المشهورة بمياهها الاستشفائية وصولنا إلى مدينة الرصاني جعلنا نتوجه إلى سوقها المركزي لذلك حرست على أن أقتني تذاراتي منتوجات محلية لفة من لحاء شجرة الجوز وعلبة حداء لجزتي دملجاً فضياً لأمي وقلسنوة من الخوص لوالدي في الظاهرة أخذنا مرافقون إلى مطعم فسيف سررت كثيراً أثناء تناول وجبة الغذاء المحلية التي لم تكن سوى أكلة المدفونة والتي أتذوقها لأول مرة استطعمتها بشهية مفتوحة فقد كانت لذيذة فعلاً قبل العاصر زرنا مسجد مولي علي الشريف تجولنا بحديقة ضريحي ثم اتجهنا صوب صحراء برزوقة ذات المؤهلات السياحية العذراء يا لسعادتي ركبت على ظهر الجبل كما طمرت ساقي في الرمان الدافئة واستبتعت أيضاً بمنظر غروب الشمس من على المثبان الرملية الممتدة في شبوق في البساء تناولنا عشاء محلياً مصحوباً بتقشيط موسيقي على إقاع الرجادة والعلاوي ثم انصرفتني المبيت في الحيام في الصباح أفقت باكراً لأستبتع بمضر شروق الشمس من أعلى التلال الرملية وبعد ساعة حملتنا الحافلة إلى تعاملية لتربية الجمال وهناك شربت حليب النوق حتى ارتويت لنركب الحافلة بعد ذلك في طريق عودتنا آملين تقرار هذه الرحلة الممتعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر